موسيقى أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأخبار نبدأها بالعنوين عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة إسرائيلية جديدة في المصيرات والمقاومة في غزة على تصديها للاحتلال في جنوب ووسط القطاع موسيقى وعلى جبهة اليمن تقارير بريطانية عن هجوم جديد قبالة الحديدة غداثة هجمات على سفن في البحر الأحمر وصنعات ووسع عمليات نحو المحيط الهندي وتنصف مع فصائل في المقاومة بشأن المرحلة المقبلة موسيقى 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 البيت الأبيض يعد مخترح حماس الأخير بشأن وقف إطلاق النار ضمن حدود الممكن ويعرب عن تفاؤل حذر وبايدن يؤشيد بمهاجمة زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لنتانياهو موسيقى أهلا بكم في اليوم الثاني والستين بعد المئة للعدوان أضاف الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة إلى سجله الإجرامي الوحشي في القطاع راح ضحيتها عشرة الشهداء بين أطفال بينهم أطفال ونساء حوامل في مخيم صيرات ذلك بالتزامن مع استمرار في حربه التجويعية ورغم ذلك بقيت المقاومة على تصديها للاحتلال على محاور عديدة ارتقى عدد من الشهداء وأصيب أخرون نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على جميع مناطق قطاع غزة المكتب الأعلامي الحكومي في غزة أكد استشهد ستة وثلاثين مدنياً غالبيتهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطباطيبي غرب المصيرات وسط قطاع غزة وسائل أعلام فلسطينية أكدت استشهد مؤذن مسجد حمزة بن عبد المطلب ونجليح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خربة العدس بيرفح جنوب قطاع غزة فيما أغارت الطائرات كذلك على مسجد العالمين في مخيم جبعي أغارت الطائرات كذلك على جميع المصير مكتب الأمر جميع المنزل سيطر الأمر أعطل على جميع المصير بإمكانكم اشتركوا في القناة في المقابل واصلت المقاومة تصديها للاحتلال سيما في جنوب ووسط القطاع واعلنت كتائب القسام استهدفها ناقلة جند إسرائيلية ودبابة ميركافا بقذائف اليسين 105 والتاندم وناقلة جند أخرى بعبوة شواض ومحيطها بقذيفة تي بي جي في مدينة حمد شبال خان يونس واعلنت كتائب القسام أن مقاتلها استهدف خمسة دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف اليسين 105 في مدينة الزهراء شمال غربي المحافظة المسطة كذلك استهدف قوة صهيونية رجلة كانت تنقل عددا من العبوات الناسفة إلى داخل أحد المنازل بقذيفة تي بي جي بدورها أعلنت سراي القدس أن مقاتلها استهدفوا آليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع شمال الزهراء في المحافظة الوسطى وقصف إزديروت ومقتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية وتجمعات لجنود العدو شرق المنطقة الوسطى بوابل من قذائف الهاون في غضون ذلك ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن حركة حماس ستهزم إسرائيل في ظل غياب الأفق السياسي لدى حكومة نتنياه وأشار مقال نشرت صحيفة يدعوت أحرانوت إلى أن المحركة في حال غزة لا تتعلق بمن يقتل أكثر من الناس بل ممن يقترب من تحقيق أهدافه السياسية ولفت المقال إلى أنه في حال حماس فهذه الأهداف واضحة تماما وتحقق بعضها فعلا فيما الأهداف في إسرائيل غامضة إلى غير موجودة وذلك قبل أن يخلص المقال إلى أنه من دون أفق سياسي فإن حماس ستهزم إسرائيل إلى الضفة الغربية حيث واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لعدد من المدن من بينها قلقيليا ونابلس وتصدت المقاومة الفلسطينية لاقتحام وسط مدينة نابلس وحارتي الحبل والفقوس في البلدة القديمة حيث استهدفت أليات الاحتلال بعبوات الناسفة في محيط البلدة القديمة كما أطلقت المقاومة النيرانة تجاه قوات الاحتلال واستهدفتها بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام مخيم بلاط شرق نابلس في السياق اقتحمت قوات الاحتلال مدينتين تلكرم وقلقيليا وعملت على نشر قناصتها في العديد من الأماكن ثمانون ألف مصل فقط أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي وتضييقاته تقرير هنا محميد نحو ثلاثة آلاف شرطي إسرائيلي ينتشرون في أنحاء القدس المحتلة في الجمعة الأولى من شهر رمضان فيما تفرض قيود كثيرة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس وحدهم أولئك الذين يحملون تصريحا وتتجاوز أعمارهم الخامسة والخمسين من الرجال والخمسين من النساء قد يحظون بفرصة الصلاة في الأقصى فيش ناس؟ فيش ناس؟ لأن أغلب الناس معالش تصريح وفنين يجيبوا؟ مركوش حدا بدون التصريح ولا كأنه فيه رمضان كأنه مسكر عهل الضفة مسكر عكل الناس تزور مسجد الأقصى مسجد الأقصى مقصة هذه الناس اللي بتجي تتعبد فيه بيوم الجمعة يعني زي ما أنت شايف فيش ناس؟ فيش ناس نازل على الأقصى بالكمية اللي كانت تنزل بالرمضان السنة اللي عدت المرأة لماذا؟ لأنه وضع مسكر ووضع الاحتلال مسكر مئات الحواجز العسكرية تم نشرها لتطويق الطرقات المؤدية إلى القدس القديمة حواجز تعيق وصول المصلين وتكرس ظاهرا هيمنة الاحتلال على المدينة بالنسبة لنا كل شي الصلاة يوم الجمعة يعني في رمضان بزي ليش؟ تواجد في القدس هو المهم؟ إثبات وجودنا إثبات ديننا إثبات كل شي يعني وإثبات أنها المدينة إلنا يعني يعني إثبات هوية الله يعطف عهل غزة يا رب الله يجبري بخاطرهم الله ينقزها من كل ديئة وشدة الله ربنا يوقف معهم القلب بتوجع والله بنطبخ الأكل ما بنعرف ناكل ما بنقدر الشعب مسكين ضحية الدنيا كلها يا ربي أول إشي يجبر كسر غزة أهل غزة ويفرج عنهم الهم والكرب ويهدى أمة محمد المسلم بس يطلعوا لهم بعين الرضا بس لأنهم مسلمين هدول بكرة ربنا راح يجمعهم في يوم لا ريب فيه يقول لهم تعالوا أطفال غزة هدول شو إلهم ذنب يقتلوا شو إلهم ذنب شو الذنب اللي عملوا تروج سلطات الاحتلال أنها تراعي الحق بالعبادة ولا تفرض التضييقات لكن ثمانين ألف مصل فقط تمكنوا من الوصول إلى الأقصى والصلاة في رحابه عدد يكاد لا يمثل ثلث المصلين في الجمعة الأولى من رمضان العام الماضي والذي شهد كذلك كثيرا من التقييدات هنأم حميد القدس المحتلة الميادين إلى جبعة جنوب لبنان حيث استادفت المقاومة الإسلامية المزيدة من مواقع وتجمعات الاحتلال من بينها تجمع قرب موقع الراهب وقوة في أثناء دخولها تكنت زرعيت وفي محيط جل العلم المقاومة أكدت في بيان لها استهدف موقعي المرج وأحد بيرين بالأسلحة الصاروخية كما قصف مجاهدوها تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة بصاروخ بركان واستهدفوا كذلك موقعي الرادار ورويسات العلم في تلال كفرشوبة اللبنانية الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية نشر فاصلا ترويجيا بعنوان بتوسع من وسع اشتركوا في القناة بتوسع من وسع بتعلي منعلي هذا ولقي الفيديو اهتماما من قبل الإعلام الإسرائيلي الذي أعاد نشر الفيديو مع تعليقات لمسؤولين إسرائيليين أبرزهم وزير الأمن وهم يهددون حزب الله بإعادة لبنان إلى العصر الحجري قبل أن يرد المعلقون على هذه التهديدات بسؤال سيعيدون من إلى العصر الحجري على وقع المراوحة الميدانية في الجنوب والشمال ترتفع الأصوات المنتقدة للحكومة والجيش الإسرائيليين في ظل دعوة خبراء إلى استخدام مصطلحات أكثر واقعية لتوصف الوضع على الأرض منال إسماعيل محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو الاستمرار بترويج مصطلح ما سماه النصر المطلق على حماس في كل مناسبة وحدث أثار كثيرا من الانتقادات عليه من شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية إسرائيلية تهمته بتحريف الواقع وذر الرماد في عيون الإسرائيليين ما قاله نتنياهو هو ذر رماد في العيون وخداع لا يمكن القضاء على حماس بنحو كامل هذا شعار غير واقعي الجيش مضغوط ولا يوجد ما يكفي من الجنود في غزة والضفة والحدود الشمالية هذه الحكومة ورئيسها خطر على إسرائيل ولا يمكن أن ننتصر في هذه الحرب مع نتنياهو الوضع في الشمال ليس أفضل من حال المراوحة الميدانية التي يعيشها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عدم القدرة على الحسم وغياب الرادع والاستراتيجية الواضحة لإدارة الأحداث في الشمال عند الحدود مع لبنان هناك شعور عميق بالتجاهل والإهمال المسؤولون في القيادة لا يسمعون ولا يصغون إلى الآلام الهائلة الموجودة هنا الناس هنا لا يحصلون على إعانات البطلة ويفقدون أعمالهم ويعيشون تحت النار منذ مدة طويلة مع كثير من الشكوك في خمسة أشهر ونصف خسرنا الجليل هناك حزام أمني داخل أراضي إسرائيل خالم من المدنيين بدلا من أن يكون الحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية وفيما دعا خبراء نتنياهو إلى استبدال مصطلح النصر المطلق بكلمات أشد فعالية وإن كانت أقل جاذبية أظهر استطلاع للرأي أن التوتر في الشمال أدى إلى سلسلة من التكهنات بشأن الثمن الباهظ الذي ستدفعه الجبهة الداخلية الإسرائيلية إذا اندلعت حرب وتاليا خفاض نظرة الجمهور الإسرائيلي لحماية الجبهة الداخلية من هجوم على الحدود الشمالية من 47% مع بداية الحرب إلى 27% فقط اليوم منال إسماعيل الميادين إلى جبهة اليمن حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليلة أمس عن حادث جديد وقع على بعد 65 ميلا بحريا غربية محافظة الحديدة غربي اليمن في البحر الأحمر وكالة الأمن البحري البريطاني كانت أعلنت تعرض نقلة لهجوم صاروخي على بعد نحو 88 ميلا بحريا من شمال غربي الحديدة أتحدثت عن أضرار في السفينة التي كانت مدرجة أنها تابعة لإسرائيل من جهتها أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن حركة أنصار الله في اليمن أطلقت أمس ثلاثة صواريخ فاليستية مضادة للسفن في اتجاه البحر الأحمر وأشارت في بيان لها إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار لدى السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية من جهتها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيساري كان أعلن في كلمة له خلال التظاهرات الحاشدة في صنعاء نصرة لفلسطين استهداف القوات البحرية اليمنية ثلاثة سفن أمريكية وإسرائيلية في المحيط الهندي لتدشن القوات المسلحة اليمنية معادلة ردع جديد تستهدف السفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية خارج حدود البحرين الأحمر والعربي وخليش عدن أحمد سبيبة اليمن سيصعد هجماته على السفن الإسرائيلية في نقاط تصل إلى المحيط الهندي وتمنعها الإبحار نحو الرجاء الصالح قرار يحظى بإسناد شعبي وخروج جماهيري واسع تجلى اليوم نصرة لغزة وللشعب الفلسطيني في أول جمعة من رمضان يجدد اليمنيون خروجهم نصرة لغزة وللشعب الفلسطيني ومن على منصة التظاهرة المركزية في ميدان السبعين بصنعاء دشن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع معاذلة ردع جديدة ضد إسرائيل ومن يقف معها عبر إعلان تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت ثلاث سفن أمريكية وإسرائيلية في المحيط الهندي في أول خطوة تمتد خارج البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن بدأت القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى في توزيع نطاق عمليات العسكرية ضد السبن الإسرائيلية أو المرتبطة بالإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح طوفان يمني خرج في العاصمة صنعاء وأربع عشرة محافظة يمنية حمل تحذيرات أطلقها اليمنيون في مسيراتهم ضد إسرائيل محذرين إياها من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لن نرضى بهذا والمستعدين للجهاد ويفتحوا لنا الجهاد في سبيل الله أو يفتحوا لنا الحدود نقاتل في سبيل الله أو إدخال قوافل لكسر الحصار في غزة هذا الحراك الشعبي المستمر والمتواصل منذ بدء العدوان على غزة لا يكاد يتوقف دعماً ونصرةً لأهلنا وشعبنا الفلسطيني في غزة وفلسطين التظاهرات المليونية الحاشدة التي توزعت في عشرات الساحات اليمنية حذرت في بيانها من عسكرة البحر الأحمر والاستمرار في توريط بعض الدول بغية مواجهة اليمن أحمد محمد زبيب صنعا الميادين في غضون ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن الشعب الفلسطيني يدافع اليوم في معركته عن كل أبناء الأمة في المنطقة أمام المخطط الإسرائيلي وليس فقط عن الفلسطينيين وخلال مقابلة مع الميادين شدد البخيتي على أن التنصيق مع حركات المقاومة تعزز خلال معركة طوفان الأقصى مشيراً إلى أن المفاوضات متروكة للفلسطينيين الكيان الصهيوني قد بدأ في استهداف رفح لذلك ردينا على ذلك الاستهداف بالتصعيد وإذا لم يكن هناك اشتياح شامل لرفح وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية فنؤكد للجميع أنه سيكون هناك تصعيد مثلاً نحن هددنا في السابق لم يصدقون أن لدينا القدرة الاستهداف سفنهم في البحر الأحمر والعربي ولكن هذا التحقق وبالتالي فإن تهديداتنا بإذن الله سبحانه وتعالى ستتحقق فيما يتعلق باستهداف سفنهم الحربية ومصالحهم في المحيط الهدي نؤكد أن قرار وقف عمليات اليمن العسكرية سواء في عمق الكيان الصهيوني أو في البحر الأحمر أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي في غزة وفي فلسطين شاء في غضوني ذلك كشفت مصادر خاصة للميادين عن اجتماع ضم حركة حماس والجهاد الإسلامي والجهاد الشعبية لتحرير فلسطين بحركة أنصار الله اليمنية وبحسب المصادر فإن الاجتماع الفلسطيني اليمني كان عنوانه التنصيق في شأن المرحلة المقبلة وأن حركة أنصار الله هكدت جاهزيتها لتطوير كل أشكال التعاون مع فصائل المقاومة الفلسطينية ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الجاهزية لاحتمالات توسع التصعيد في شهر رمضان لسيما الجاهزية لمرحلة رفح كذلك جرى استعراض تطورات محادثات الهدنة وتمسك الفصائل بالوصول إلى اتفاق يوقف العدوان وأشارت المصادر إلى أن الفصائل الثلاثة أكدت الخطوط الرئيسة المرتبطة بانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وعودة النازحين والتوصل إلى صفقة تبادل مشرفة ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبدالهادي كان أكد في مدخلة عبر الميدين تمسك الحركة بأربعة مطالب هي وقف دائم للعدوان وانسحاب كامل وإزالة أثار العدوان وعودة النازحين وأكد أن مرونة الحركة مرهونة بتحقيق هذه الشروط هذه المرة حركة حماس كانت واضحة إذا أردتم أن نكون مرنين وأن نتم صفقة لإطلاق طراح الأسرة الصهايدة مقابل عدد معين من الفلسطينيين لابد أن يكون هناك ضمانات دولية والتزام واضح وقف دائم للعدوان انسحاب كامل من قطاع غزة وإزالة أثار العدوان وأيضا عودة النازحين الآن الطابة في ملعب العدو الصهيوني في فترة السابقة كان هناك دعاية مغرضة من قبل العدو الصهيوني ومن قبل الإدارة الأمريكية والبعض الآخر بأن حركة حماس هي التي تعطل إتمام صفقة وهذا كذب لأن الحركة كانت دائما واضحة في مطالبها وحريصة وأبدت مرونة عالية لكن أيضا لا يمكن أن توافق على الصفقة دون أن يكون هناك التزام واضح بوقف العدوان عبدالهادي أكد أن حماس فصلت في رؤيتها هذه المرة في موضوع الأسرة مع شرط وجود ضمانات هذه المرة حركة حماس قدمت التصور نفسه ولكن فصلت في مسألة البرونة المتعلقة بموضوع الأسرة ولكن أيضا مشروطة بضمانات دولية وبالتزام واضح بالشروط الأربعة التي ذكرتها إذن المسألة في ملعب العدو الصهيوني وأيضا الإدارة الأمريكية التي هي عمليا تخوض المفاوضات نيابة على العدو الصهيوني وكل المفاوضات السابقة كانت تدور من قبلهم حول كيف يتم تسليم الأثر الصهايدة إليهم دون في المقابل دون التزامات واضحة وضمانات دولية في سياق آخر أعلنت الفصائل الوطنية الفلسطينية رفضها ما وصفته بسياسة التفرد التي تنتهجها السلطة الفلسطينية ودعت الشعب إلى رفع الصوت في وجه العبث بحاضر ومستقبل قضيته وقالت في بيان أن تاليف حكومة جديدة من دون توافق وطني هو تعميق للانقسام في لحظة تاريخية هي أحواج ما يكون فيها الشعب الفلسطيني إلى التوافق والاتحاد الفصائل شددت على أن الأولوية الوطنية القصوى هي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي أشنها الاحتلال في قطاع غزة والتصدي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة ولفتت إلى أن هذه الخطوات تدل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة وانفصالها عن الواقع والفجوة الكبيرة بينها وبين شعب الفلسطيني وهمومه وتطلعاته حركة فتح عربت في بيان عن استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام وقالت أن من حق الرئيس محمود عباس القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني من جهتي أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحم للميدين أن تكليف محمد مصطفى تأليف حكومة جديدة جاء وفق الدستور في محاولة لترميم الحال الفلسطينية في سياق المتغيرات الجارية كانت دوافع لهذا التغيير في محاولة لترميم الحالة الفلسطينية ومحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذها في ظل هذه الهجمة وهذا الاستهداف من قبل المشروع الصهيوني لاجتثاث الشعب الفلسطيني والترانسفير والترحيل موضوع القراءة لموقف حماس تحديدا حماس هي لن ترضى ولم تقبل كذلك يعني الدكتور محمد اشتيا وما قبله ولكن نقول للأخوة في حماس بأنه النظام الأساس الذي جعل من الدكتور إسماعيل هنية رئيسا للوزراء هو نفس هذا النظام الأساس لم يتغير الذي جعل من الدكتور محمد مصطفى صاحب تكليف بتشكيل الحكومة الفلسطينية في نفس الوقت نكن كل الاحترام لكل المكونات الفلسطينية ولكل وجهات النظر في هذا الجانب حركة الجهد الإسلامي لم تكن هي يعني في حالة السلطة الوطنية الفلسطينية وأخذت موقف الحالة الإعزالية عن المشاركة السياسية في نظام الحكم الفلسطيني منذ نشأتها حتى هذه اللحظة وكذلك تقريبا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوت يكد من جهته للميادين أن تأليف حكومة فلسطينية جديدة هو عكس إرادة الشعب الفلسطيني واصفا الخطوة بالمشكلة الخطرة التي تأتي وفقا لرغبة واشنطن في أن تكون السلطة الفلسطينية جهازا أمنيا لخدمة إسرائيل المسألة الرئيسية كيف تكون الحكومة بتحت قيادة وطنية موحدة كيف تكون أداة لخدمة المشروع التحرر الوطني وبالتالي تكون حكومة وفاق وطني بمشاركة الجميع وموافقة الجميع وبمهمات وطنية محددة ولكن الذي يجري للأسف يبدو أنه استجابة فقط للضغوط الخارجية وبعض الناس بعض القيادات تصر أن تعيش في نفق أسله ولا تريد أن تغادر ورغم أنه إسرائيل هدمت وفق رؤوس الجميع ولم تبقي منه شيئا الاستمرار بنفس النهج شو الإصلاحات اللي بدها يالولايات المتحدة أن تكون السلطة أمنية أكثر أن تكون مجرد جهاز أمني يتعامل مع الجانب الإسرائيلي يرضي الجانب الإسرائيلي هذا اللي بدها الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤول العلاقات الدولية في الجبات الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر دعا من جانبه إلى الوقف الكلي لاتفاق أوسلو وفي حوار مع الميدين قال الطاهر أن السلطة تتوهم في أنها تملك دولة نحن فعلا في مرحلة تحرر وطني نريد تحرير الأرض أما السلطة الفلسطينية يعشعش في ذهنها وهم أنه هي عم تتصرف وكأنه لديها دولة وهي ليست لديها أي شيء ولا تمون على أي شيء نقول للإخوة في حركة فتح هذه الحركة المناضلة التي قدمت آلاف الشهداء الوضع الفلسطيني يتطلب إعادة نظر شاملة بكل مكوناته لبالورد برنامج سياسي جديد يقطع كليا مع أوسلو ويقلب الطاولة ويغلق مرحلة ونبدأ بمرحلة جديدة الآن السؤال المطروح طيب عند السلطة الفلسطينية فيه 800 ألف مستوطن في الضفة هل تتوهمون أنه فيه دولة فلسطينية ورح يعطوكم دولة فلسطينية ما في دولة فلسطينية عن الإطلاق كل هذا كلام فارغ أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربيان اقتراح حماس المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار لإطلاق سراح الأسرة هو ضمن حدود الممكن معربا عن تفاؤل حذر بهذا الشأن ما زالت لدينا محادثات ناشطة والآن لدينا فرصة أخرى للقاء في الدوحة وهذا كله في صالحنا نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تتحرك في اتجاه جيد لكن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى وعلينا أن نبقى على هذا حتى النهاية وبشأن تصريحات تشاك شومر حول نتنياهو أشار كيربي إلى أن بايدن أكد أن التصريحات لها صدى لدى العديد من الأمريكيين مؤكدا استمرار دعم إسرائيل في حربها ضد حماس على حد تعبيره لقد تحدث الرئيس عن الشغف الذي ألقى به الزعيم تشامر ذلك الخطاب وقال الرئيس أنه يعلم أن هذه التصريحات لها صدى لدى العديد من الأمريكيين نحن سنواصل دعم إسرائيل في حربها ضد حماس وكذلك سنحث إسرائيل على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين وعلى العمل من أجل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار حتى نتمكن من إعادة الرهاء وتقديم المزيد من المساعدات لشعب غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أبدأ ارتياحه إلى خطاب شومر الذي رأى أن بنيمين نتنياهو عقبه في طريق السلام وذلك في موقف يعبر عن التباين الكبير بين الحكومة الأمريكية ونتنياهو تقرير محمد كريم الرئيس الأمريكي جو بايدن يعبر عن ارتياحه إلى الخطاب الذي ألقاه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر حيث انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في علامة جديدة على تباين الرؤى بين البيت الأبيض ونتنياهو في شأن جملة ملفات ومنها العدوان على غزة السيناتور شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب قبل الإدلاء به وقد ألقى خطابا جيدا وأعتقد أنه عبر عن قلق جاد يشاركه فيه كثير من الأمريكيين شومر الذي يعد أعلى مشرع يهودي في الكونغرس والذي نسق خطابه مع طاقم البيت الأبيض دعا إلى عزل نتنياهو بإجراء انتخابات مبكرة لتأليف حكومة جديدة تستطيع التعامل مع المتغيرات الميدانية ومتظلبات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة إذا ظل الاتلاف الحالي لنتنياهو في السلطة بعد الحرب واستمر في اتباع سياسات خطيرة وتحريضية فلن يكون أمام الوليات المتحدة إلا أن تؤديها دورا فعالا في رسم سياسة إسرائيل باستخدام أدوات الضغط المتاحة وبينما جاءت مواقف بايدن وشومر بعد دعوات من قيادات ديمقراطية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة فإنها تعبر أيضا عن شعور قيادة الحزب الديمقراطي بمخاطر حقيقية من قاعدتها الانتخابية التي عبرت عن غضبها واستيائها بالأصوات المعترضة خلال الانتخابات التمهيدية من مواقف الإدارة تجاه العدوان على غزة ستكون تصريحات بايدن وشومر أمام اختبار حقيقي يقرن الأفعال بالأقوال عبر فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والسعي إلى استصدار قرار أممي بوقف إطلاق النار ولو بصورة المؤقتة على أقل تقدير محمد كريم واشنطن الميادين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن أن واشنطن لم تبلغ خطة لرفح وأنها ترغب في رؤية خطة واضحة يمكن تطبيقها لسيما إجلاء المدنيين إلى أماكن آمنة وأشار بلينكين إلى أن بلاده تكثف جهود سد فجوات متبقية للتوصل إلى اتفاق مع حماس نعم كان هناك اقتراح مضاد قدمة حماس من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه ذلك ولكن ما يمكنني قوله هو أننا نعمل على نحو مكثف مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق شدد المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي على أن ما يجري في غزة جريمة حرب متكاملة مروعة مشيرا إلى أنها تجاوزت قصف المدنيين إلى قتل الفرين من الإبادة والمجاعة وأضف الخالصي في خطبة الجمعة بالكاظمية أن المتخاذلين لا يستحقون شرف الانتماء إلى الأمة ولا الدعاء مجابهتهم من صهاينا المجرمين كذلك دعا إلى وقفة كل يوم جمعة من شهر رمضان ومسيرات داعمة للفلسطينيين مع الاستعداد للمساهمة في كل شيء مصولا إلى المشاركة الفعلية وأكد الخالصي أن ما يجري في فلسطين كان سببا لإسقاط مخططا إجراميا شاملا تراجع في العراق وغيره بسبب ضغط طفان الأقصى دعا مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري الحكومة والإطار التنسقي إلى عدم منح قوات الاحتلال الأمريكي الحصانة وإلا فسيفتح باب جهنم وفي بيان له دعا العسكر العاملين في مجال جمع المعلومات إلى الشروع في عرض الوثائق والاعترافات التي تؤكد أن أربيل هي وكر تجسسي تأمري يعمل للإضرار بأمن العراق ويعد قاعدة متقدمة من القواعد الإسرائيلية وأشدد العسكر كذلك على أن ما قدمه الحجر الشعبي وقياداته إلى الشعب والدولة يقتضي الدفاع عنه واحترام قياداته لافتا إلى أن مسألة إبعاد قيادات أو استبدال أخرى يجب أن تتخذ بقرار من داخل هيئة الحجر قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة إدخال المساعدات والسماح للنازحين في جنوبي القطاع ووسطه بالانتقال إلى شماله وفي رسالة خلال زيارة أكاديمية الشرطة حذر السيسي من خطر الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح منبها مسؤولي الإغاثة إلى خطر مجاعة تنوح في الأفق في القطاع غزة بسبب عدم دخول المساعدات نحن نحاول بكل جهد مخلص وأمين أن نصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع حتى نحمي وننقذ أهلنا في غزة وخاصة المدنين الأبرياء وإحنا حرصنا وكنا دايما نقول أن معبر رفح مفتوح ومستعدين أي حجم من المساعدات يدخل استماح للناس الموجودين في الوسط وفي الجنوب يعني يتحركوا في اتجاه الشمال لأماكنهم مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح إلى سلطنة عمان حيث نظمت وقفة احتجاجية في ولاية إسكي عقب صلاة الجمعة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة المشاركون في الوقفة طالبوا بالتحرك من أجل فلسطين وعدم التهاون مع مشهد العدوان الهمجي ضد الفلسطينيين من قتل وحصار وتشريد وفي المغرب خرجت تظاهرة حاشدة في عدد من المدن نصرة لغزة ورفضا لاستمرار العدوان وعمل المتظاهرون على قرع الأوان ورددوا هتفات كتحية فلسطين وفلسطين حرة إضافة إلى الهتفات الداعمة للمقاومة الفلسطينية موسيقى 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 دم الإعرق سلابة دم الخر السلابة ويا جا تأيب القصة ويا جا تأيب القصة الآن ننتقل إلى روسيا التي بدأت اليوم الثاني من عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى يوم غد وذلك للاختيار بين أربعة مرشحين أبرزهم الرئيس فلاديمير بوتين الأوفر حظا بالفوز بحسب استطلاعات الرأي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات تجاوزت 36% وتستمر عمليات التصويت اليوم وغدا لاختيار رئيس جديد من بين أربعة مرشحين يتقدمهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين إضافة إلى ثلاثة من الأحزاب الممثلة في البرلمان ريونيد سلوتسكي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب الناس الجدد ونيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أدل بصوته في الانتخابات الرئاسية عبر التصويت الإلكتروني بوتين قال في كلمة له إن كييف خططت لارتكاب أعمال تخريبية مع بدء الانتخابات الروسية مؤكدا أن ما حدث لي مر من دون عقاب كما هو معروف بدأت اليوم في بلادنا وفقا للدستور الروسي الانتخابات الرئاسية وفي محاولة لتعطيل عملية التصويت وترهيب الناس على الأقل في المناطق المتاخمة لأوكرانيا خطط نظام النازيين الجدد في كييف لتنفيذ سلسلة من الأعمال المسلحة التظاهرية الإجرامية ويا للأسف لدينا ضحايا بين المدنيين ومما لا شك فيه أنهم جميعا وأسارهم سيحصلون على المساعدة والدعم اللازمين إن ضربات العدو هذه لم ولن تبقى من دون عقاب إلى مدينة سانت بوترسبرغ الروسية حيث توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسا للبلاد وذلك بحضور مراقبين محليين ودوليين تقرير لنا شاهد إقبال لافت في مدينة سانت بوترسبرغ إلى مراكز الاقتراع حيث طالب المواطنون المرشحين للرئاسة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية أعطيت صوتي لبوترن لأنه يعمل بالحفاظ على بلدنا وهو قوي وقادر على إدارة البلاد نريد الاستقرار الذي اعتدناه نحتاج إلى الاغتمام أكثر بقضايا الفقر وأصحاب الدخل المنخفض نريد رئيسا يسير بالبلاد نحو الأفضل أطالب بتحسين الصحة والتعليم كي يزدهر البلد أكثر ثلاثة ملايين وثمانمائة ناخب يحق لهم الاقتراع في المدينة العريقة من أصل خمسة ملايين ونصف مليون فريق المراقبين والخبراء الدوليين جال على مراكز الاقتراع حيث أدل المنتخبون بأصواتهم هذه المرة الأولى التي أشارك فيها كمراقب في انتخابات روسيا ونحن ثلاثة مراقبين من ناميبيا اثنان منهم في موسكو وهناك آخرون من دول عديدة الانتخابات الديمقراطية آدات مهمة ليعبر الشعب عن رغبته من دون تأثير من أي شخص عملية الاقتراع انقسمت إلى فئات متعددة انتخاب سري مباشر والناخب المتنقل لمن يرغب بعدم الالتزام بمحل إقامته وتصويت المنازل إضافة إلى التصويت الإلكتروني عن بعد صفحة أولى طويت من أيام الاقتراع في استحقاق انتخابي يؤكد المقترعون أهمية المشاركة فيه من أجل تعزيز مكانة الشعب لبناء مستقبل البلاد رافعين الشعار معا نحن أقوى فلنصوت لروسيا لانا شاهين سان بيترسبرغ آل مهيدين أفادت وزارة الدفاع الروسي بأن الوزير سيري شويغو عقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية لبحث الوضع في منطقة العملية الخاصة وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوزير الدفاع الروسي استمع إلى تقارير من القادة حول الوضع الميداني الحالي في الاتجاهات العملياتية في منطقة العملية العسكرية الخاصة بالتوازي أعلنت سلطات مقاطعة كورسكا الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء المقاطعة أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن واشنطن اختارت أوكرانيا كسلاح ضد روسيا في حين بدأت تقر بأن الجبهة الأوكرانية بدأت تتصدع وتنهار وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك أشار أنتونوف إلى أن واشنطن اختارت كييف كوسيلة وسلاح ضد روسيا للتحقيق الحلم القديم للروسوفوبيا لافتا إلى أن المسألة هي إضعاف روسيا واستنزافها والخيار الأفضل هو تفتيت روسيا ولهذا كل الوسائل جيدة بالنسبة لواشنطن وفق تعبيره ما زالت العلاقات الأمريكية الروسية تشهد مزيدا من التوتر مع استمرار محاولة إدارة بايدن الدفع في اتجاه استمرار الحرب في أوكرانيا وعدم الرجوء إلى أي حل دبلوماسي للأزمة والمراعنة على هزيمة روسيا استراتيجيا محمد كريم لا يبدو أن إدارة بايدن في وارد التراجع عن خفض حدة التوتر مع روسيا ففي خطوة غير مسبوقة استهل الرئيس الأمريكي خطابه عن حالة الاتحاد بهجوم عنيف على الرئيس بوتين وهنا يرهن أمن أوروبا بثمن ينبغي لدول حلف شمال الأطلسي تحمل تكاليفه لمواجهة ما يصوره بالتهديد الروسي لدول النيتو ثمن عنوانه الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالسلاحة روسيا لن تقف عند أوكرانيا بوتين سيستمر في المضي قدما مما يعرض أوروبا والولايات المتحدة والعالم الحر بأكمله للخطر المشهد لا يختلف كثيرا في الكونغرس أو داخل أجهزة الاستخبارات التي تصف النظام العالمي بالهش والمتوتر نتيجة المنافسة بين القوى العظمى والتحديات العابرة للحدود والصراعات الإقليمية هي اعتبرت أن روسيا تميل إلى المواجهة وتعدها التهديد الأخطر بعد الصين المساعدة المنصوص عنها في ملحق تقرير الاستخبارات ضرورية جدا لأوكرانيا وبدونها لا يمكن لأوكرانيا أن تحافظ على التقدم الذي حققته بشق الأنفس ضد الروس تاريخيا تضمر أمريكا العداء العميقة للتجارب الأكثر نجاحا من ديمقراطيتها ولم تغير نظرتها إلى روسيا خليفة الاتحاد السوفيتي بعد انهياره سوى بمزيد من التهميش والازدراء وترى أنها مجرد محطة وقود وينبغي أن لا تتدرج لتكون في مصافي القوى الكبرى دعم أوكرانيا بكل الوسائل ما زال هو الرهان الأمريكي لإلحاق الهزيمة استراتيجيا بروسيا ولتحريض الدول الأوروبية على مواجهتها محمد كريم واشنطن الميادين انتقلت التظاهرات ضد الجولاني لقلب مدينة إدلب على الرغم من محاولة هيئة تحرير الشام استعاب الاحتجاجات بتنظيم تظاهرات مضادة في الذكرى السنوية للحرب السورية الاحتجاجات تتسع باستمرار مع التمسك بشعار إسقاط الجولاني وحمد الخضر في قلب إدلب تتردد الهتافات مدوية ضد الجولاني وجهازه الأمني لم يعبأ آلاف المتظاهرين لتهديدات زعيم هيئة تحرير الشام ولا لوعوده بالإصلاح تظاهرة في ساحة الساعة نأت بنفسها عن أخرى دعت إليها الهيئة وذراعها المسمات حكومة الإنقاذ في الذكرى السنوية للحرب السورية الآن أنا أعتقد يريد أن يفرغ أيضا هذه المظاهرات ضدهم بشكل ما من الأشكال بوسط مشاغبة ليلهي الناس بموضوع آخر ألا وهو ذكرى ما يسمى الثورة وبالتالي أنا أعتقد هو عبارة عن مماطرة ليس إلا قد يصل إلى حد تغيير بعض الوجوه ولكن الجولاني سيبقى بشكل ما من الأشكال إن لم يكن هو فشكل آخر من الجولاني سيكون يسرم هذه المنطقة على حسب ما يرى الأمريكي بشكل عام تظاهرات خرجت في أكثر من عشر نقاط ضمن إدلب وريف حلب الغربي يرد المحتجون في الشارع على سياسة احتواء تتبعها الهيئة لإجهاد التظاهرات يرفعون سقف مطالب في أول عنوينها إسقاط الجولانية هذه المظاهرات تسعد بشكل كبير وخاصة في بداية الأسبوع الثالث بسبب الضغوط التي مارسها الجولاني وعمليات المطاردة وعمليات أيضا الاستفزاز التي قامت بها تلك الميليشيات ضد المواطنين لم يستنفذ الجولاني كامل أوراقه في مواجهة أزمة باتت وجودية بالنسبة له ولهيئته لكنه اكتفى حتى اليوم بإطلاق وعود بإصلاح جهاز الأمن العام وإجراء انتخابات لمجلس الشورى وعود لم تنجح بوقف مد شعبي يتسع يوميا حتى وصل إلى قلب مدينة إدلب قرب مقار الجولاني ولا سيم الأمنية منها ما يفتح الباب أمام احتمال انتقال تلك الاحتجاجات إلى مواجهات مباشرة مع الهيئة محمد الخضر دمشق الميادين أكدت ألمانيا وفرنسا وبولندا دعم أوكرانيا وزيادة تسليحها وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين الفرنسي مانويل ماكرون والبولندي دونالد تاسك والمستشار الألماني أولف شولتس أعلن الزعماء الثلاثان اجتماعهم ناقش كيفية دعم كييف هذا وأكد المستشار الألماني تأليف تحالف لتوفير أسلحة بعيدة المدى تطالب بها كييف وقال إن قرار تأليف التحالف اتخذ في إطار مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا المعروفة بمجموعة رامشتاين نقوم بإنشاء قدرة تحالف جديدة للمدفعية الصاروخية بعيدة المدى كجزء من صيغة رامشتاين الخبر الأخير من كوريا الشمالية حيث أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تدريبات مخصصة للحرب الجوية بالتزامن مع اقتتام التدريبات السنوية المشتركة التي شاركت فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نشرت صورا لكيم وهو يجاهد التدريبات التي أجريت مع ابنته كما نشرت صورا أخرى للقائه بالمظليين الذين شاركوا في التدريبات وذكرت الوكالة أن كيم أمر خلال إشرافها على التدريبات بالاستعداد الواقعي للقتال إلى هنا تنتهي هذه النشرة دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صبحات الميدين على الانترنت الميدين.net باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر